الحسين بن قيامة يدخل وهو من رؤوس الواقفة دخل على الإمام الرضا قال قد روينا عن الصادق أنه لا يكون الإمام إماماً وليس له عقل فكيف تكون إماماً وليس لك وله والشيعة وعدهم شك ويجي مثل هذا الحسين بن قيامة ويصير حالة من الشك عند الشيعة وعند هؤلاء حتى يقوى تيارهم بعد إذا شافوا أن الرضا ما عند ولدهم ما يرون بإمامة الرضا هذا يقوي عقيدتهم قال ومن قال لك أنه ليس لدي ولد والله لا تنقضي الليالي والأيام حتى يرزقني الله ولداً يفرق بين الحق والباطل فكانت ولادة الإمام الجواد هذه الولادة هذا المولود فرق بين الحق والباطل بين إمامة أبيه حتى اللي يشككون في إمامة الرضا لما ولد الجواد مأنم وبعد وأسكت الواقفة الذين يدعون بأن الرضا ليس إماماً وأنه ليس له ولد يدخل أيضاً الحسين بن قيامة على الإمام الرضا ويقول أي يكون إمامان يصير إمامان في نفس الوقت قال لا إلا أن يكون أحدهما صامت الإمام من يولد هو إمام لكن أكو إمام ناطق إمام ناطق وإمام صامت هذه الروايات فالإمام الموجود هو الإمام الناطق الإمام الذي سوف يكون بعد في حياته هو إمام مو يعنيه صار إمام لما توفي أبه هو إمام لكن يسمونها إمام صامتة مثل أيام الحسن والحسين الحسين ما كان إمام أيام الحسين إمام لكن الإمام كان أخوه الحسن فإمامة صامتة وإمامة ناطقة فإذا استشهد الحسن صار الإمام الناطق هو الحسين عليه السلام قال هذا أنت ليس لديك صامت ما عندك إمام صامت قال ومن قال والله ليجعلن مني ما يثبت الحق وأهله اللي ثبت الحق وأهل الحق المؤمنين الشيعة ويمحق الباطل وأهله وكان لم يولد أبو جعفر فلما ولد أبو جعفر كان هذا الإمام الذي أثبت إمامة أبيه مو أثبت يعني ما كان إمام لما قبل ولالة الإمام الجواد لكن أثبت وثبت العقيدة في نفوس هؤلاء الضعفاء في نفوس المشككين أسكت وأقام الحج على الواقفة فلذلك كان الإمام الجواد عليه السلام يفرق بين الحق والباطل بعد مو فقط الإمام يفرق بين الحق والباطل ونضيف أيضا وصف الإمام أنه أكبر البركة على الشيعة لأن ولادة الإمام الجواد عليه السلام واعتقاد الناس بإمامة الرضا ثم من بعده بالجواد وما أظهر هذا الإمام العظيم من الدلالات ومن البراهيم الذي كان يشكون في إمامة الجواد بعده لقصر عمره وصغر عمره كان ذلك تمهيدا لمن جاء بعده من الأمة يعني الإمام الجواد ثبت العقيدة في أبيه وفي من جاء بعده لأن الإمام الهاري كم عمره؟ عمره ثمان سنوات أيضا الإمام العسكري اثنين وعشرين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عمره خمس سنوات لكن ما أحد يحتاج على الإمام الإمام الذين جاءوا بعده لأن هذه الظاهرة ظاهرة الإمام الصغير الصبي في عمره ما ظهرت إلا مع الإمام الجواد فكان الإمام الجواد يفرق بين الحق والباطل ولادته تفرق بين الحق والباطل هذا من جهة ومن جهة أخرى بأن الذي تصل عقيدته إلى الإمام الجواد عليه السلام لا بد أن يعتقده بمن بعده